لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المختصر المفيد اخواني الكرام حتى لا اتيل عليكم هناك نقطة اختتم بها هذه المداخلة تتعلق بتصريحات لويزة حنون على ان الامارات العربية المتحدة هي التي تقف خلف التحريض الجيش ضد ما سمتها التمازل انا اقول هلكم من الاخر وليس لا دفاع عن الامارات كما يتوهم البعض ولا وليستش حاجة الي ان ادافع عنها ولكن ادافع عن الحقيقة لو كان الامر يتعلق باحزاب الاخوان وهذه الاشياء قد تمر ونحن نعرف مواقف الامارات العربية المتحدة من تركيا ومن الفكر الاخواني والاحزاب هم وتنظيمات لو كان هذا القضية ان السلطة اتخذت مواقف ضد مثلا حركات احزاب الاخوان وفكر الاخوان عندما تقول بان هناك تحالف بين الجزائر والامارات بهذا الخصوص اوافقك الرأي على الاقل من حيث المال لان نعرف مواقفها لو تقولي الان بان الامارات مثلا انها تحاول ان تضغط على الجزائر بطرق ما من اجل ان الجزائر تغير مواقفها فيما يخص التطبيع ونقول لك ربما او انها تقوم بدور رغم انه لا اعتقد ان الامارات العربية او اي دولة عربية تلجأ للضغط على الجزائر هم يعرفون العقلية الجزائرية وهم يعرفون مواقف الدولة الجزائرية كدولة يعرفوها لا اعتقد هذا ولكن لنفرض جدل من اجل مثلا التطبيع ولا من اجل ان تنظم الى هذا قد لا نستبعده لكن جيت قلي بان الامارات العربية هي التي تقف خلف كما قالت الوزح النون حول المواقف التي اتخذت ضد التمازيغ ثم لا تسميها للغة الامازيغية اعتقد ان هذا كلام لا معنى له هذا كلام فارغ ما عنده حتى شيء ما اتخذ في ذلك الوقت ضد ما تسمى الراية الامازيغية اتخذت بقراء سيادي في الجزائر لان ذلك كان سيؤدي الى انجراف خطير للحراك الشعبي وهو الذي حدث بالفعل وشفته الان كيف تم تفكيك جبهة الحراك الشعبي كيف انتشرت الكرهية والعنصرية فيما بينهم كيف صاروا يضربوا في بعضاهم هذا يتهم هذا هذا يخوهم هذا هذا يضرب في مرجعية ذاك وصلنا الى هذا الحال بالمختصر المفيد الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية لديها راية واحدة هي راية المليون شهد لا توجد راية ذرار ولا راية موازية له الرايات الاخرى اذا كانت تخص الملاعب تحمل مثل الذي يعلون تعجيسكا وتعغير هذه اليهزوها في الاسطاق موجودة في كل انحاء العالم هذه ليست في مقام انها تكون تنافس واذا كانت تقول لي هذه الراية الراية التمازيغ التي صنعت هنا هنا انا شخصيا التقيت مع الشخص الشخص اللي ارسمها ارسمها في الثمانينات احكا لي كيف حتى ارسمها وكيف كيف اشخدمها يعني ما هي راية تمتد في جذور التاريخ كما يقولوا تم رسمها في الثمانينات يعني حتى في ثورة الجزائرية ما كان عندها وجود كان عالم واحد هو العالم الدولة الجزائرية المعروف الله للأحمر والأبيض والأخضر النجمة والاهلال هذا هو فقط اذا تقول لي انها راية ثقافية ها اذا اذا راية ثقافية تحمل في المناسبات الثقافية التي تتعلق بعاداتك تقاليدك اليوم الامازيغ او شيء من هذا القبيل او العيد التاعية رأس السنة الامازيغية وما الى هذه الاشياء اللي تؤمن بها ترفعوه في حدود معين لكن جيني الحراك شعبي هذا الحراك جبهة كبيرة حراكة شعبية في الدولة الجزائرية لانقاذ البلد وتحمله في الواجهة هذا وش عنده علاقة هذا بالدولة الجزائرية هذا ما هو علام الجزائرية هذا علامك انت علام ثقافتك تؤمن به اذا تحمل في اماكن خاصة بهذا الاطار روح حطه في دارك الداخل ما نجيش انا ولا يجيك الدولة تدخلك الداخل قولك وحط العلم بتاع الجزائر ولا متحط ولا تخرج ولا حاكمك لا اتخذت هذا اما حكاية الامارات فهذه سأقولها سأقولها ناس منذ البداية من هم الناس اللي في المحور القطر قطر عندها حسابات ومشاكل مع الامارات الامارات عندها مشاكل مع قطر الامارات تضرب في قطر بكل الطرق القطر تضرب في الامارات بكل الطرق وهذه دول عندها سيادتها وندها مواقفها ليحرة فيها لكن الذين روجوا لهذه الاطروحة هم الذين يلتمون الى المحور القطري وروز لها الإعلام القطري من باب أن الإمارات العربية تتدخل في الشأن الجزائري وتعرف الجزائري لديهم حساسية من التدخل الخارج وفي حين هناك أيضا طرف يتحدث عن التدخل القطري والتدخل القطري واضح قناة المغاربية قناة قطرية الجزيرة خاضت وصالت وجالت في الشأن الجزائري قناة قوات عزمي بشارة أيضا شوف تكلمت عزمي بشارة واش قال عن الجزائر واش تكلم واش خال لكن جيب لي مسؤول إمارات يتحدث لي مثلا في الشأن الجزائري جيب جيب لي قناة إماراتية خاضت في الشأن الجزائري بما يوحي أنها خصصت لا نقولوا القنوات قد تخول لا جيب لي قناة ممولة إماراتيا خصصت للجزائر مثلا ولا للمغرب هذا مش معناها أنني أدافع عن إمارات أو أني لا أختلف مع الإمارات أنا أختلف مع الإمارات في بعض السياسات طبيعي وأتفق معاها ولكن عندما نتحدث عليها ونرفض شيء منها على الأقل نكون على قاعدة صحيح ما تخرجش الوزع حنون البارح واش قالت على القايد صالح صوتات الإمارات وهي نفس التهمة التي كانت تراحق القايد صالح الوزع حنون تنتقل من القايد صالح وستخرج هدرات أخرى ما زالت وجات دافعت على خليدة تومي وصديقتها يعني خليدة تومي اللي لا يختلف إثنان في طورتها في قضايا الفساد واش عملت في وزارة الثقاف والتقارير اللي تحدثت على وزارة الثقافة لا تحصى ولا تعد جاية الدافع عليها جاية الدافع هي عند العدالة هي أمام العدالة العدالة اللي خرجتك من السجن هي نفسها اللي راح تحاكم تحاكم لويزا حنون عفوا خليدة تومي إذا كان ظلم خايفة تظلم خليدة تومي معناها أنك انت خرجاتك قد أنها تكون خرجتك بغير وجه حق إما أن نثق في العدالة أو لا نثق أن نكيل بمكيالين عندما توقف العدالة عدوك تفرح وتطبل وكذا 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 وعندما توقف صديقك راهي ظالمة وعدالة تليفون شي شي هذا أعتقد بأنه كيل مكيالين هذا أيضا لا يعني أن العدالة الجزائرية مش مريضة العدالة الجزائرية مريضة يا جماعة كي الناس محامين الآن خرجين ذات زغماتي وأنا زغماتي أيضا أنتقدته في كثير من الأمور وطبيعي جدا ولكن خرجه ضد زغماتي وكذا وعدالة التليفون وعمش نعارف وشو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله